الرئيس سيسي يواجه بالتوسع في نشر الفكر الرشيد والتوعية بالإطار الصحيح للدين وتصويب المفاهيم المغلوطة وزير الرياضة يؤكد أهمية ظهور حفلاء افتتاح وختام بطولة العالم لليد بشكل يعكس تقدم ورقي مصر ووزيرة الثقافة تستقبل بائعة التين وتقرر دعمها بمنحة مجانية بمركز تنمية المواهب اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ووجه رئيس سيسي في هذا الإطار بالتوسع في نشر الفكر الرشيد والتوعية بالإطار الصحيح للدين وتصويب المفاهيم المغلوطة مع القيام في هذا الصدد بتطوير برامج تدريب الآئمة والوعزات وإلى أهمية بتضمين تلك البرامج على وسائل الدعوة الحديثة والدراسات الإنسانية لسقل قدرات الآئمة وتعظيم مهاراتهم في التواصل اجتمع وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبح صباح اليوم مع اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لقرة اليد والمقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام المقبل 2021 وشدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة إنهاء كافة الأعمال في توقيطاتها المحددة وعلى أعلى مستوى مؤكدا على أهمية ظهور حفلي الافتتاح والختام بشكل مميز يمثل عكاسا لما توصلت إليه الدولة المصرية من تقدم ورقي استقبلت وزيرة الثقافة الدكتورة إناس عبدالدايم الطالبة هبة عبدالحميد التي انتشر قصة كفاحها على السوشال ميديا بسبب عملها اليومي المتواصل كبائعة تين صباحا ومساعدة بأحد عيادات العلاج الطبعي مساء وإصرارها على تحقيق حلمها باستكمال دراستها واحتراف الغناء وأكدت وزيرة الثقافة أن الطالبة هبة عبدالحميد تعد نموذجا مشرفا للفتاة المصرية التي ترغب في إثبات ذاتها وتحقيق طموحاتها وشجعتها على بذل مزيد من الجهد وللتحق بمنافسات الدورة القادمة من مسابقة الصوت الذهبي وقررت تبنيها والتقديم منحة مجانية لها للدراسة بفصل الغناء في مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا لسقل موهبتها وذلك تكسيدا لدور الدولة في اكتشاف وتبني المواهب الشابة الواعدة اشتركوا في القناة